هذا وقد وصل دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له إلى الرياضة اليوم في زيارة رسمية للمملكة وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكية الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومتون ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري